في العاصمة عدا ناقشت حكومة المناصفة في اجتماع استثنائي لها تنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية خاصة مادة القمح والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها للتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع وجرى في الاجتماع تقييم المخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلي الأربعة الأشهر القادمة وخطة الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغطية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاصة وأقرى الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الأمداد وأوضح رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملكة أن حكومة المناصفة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاصة على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني لسلع الأساسية مشددا على مضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعرية ترجمة نانسي قنقر